السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي ان شاء الله تكونوا جميعا بخير كده وتكونوا الامور ماشية كويس في المذاكرة بازن الله ودعوتنا عليكم بالتوفيق والله في الظروف اللي انتو فيها دي يعني انتو ابطال ان انتو عارفين تذاكروا اصلا في الجو العام اللي احنا عايشينه الايام دي يعني ربنا ان شاء الله يوفقكم ويكرمكم كده النهاردة ان شاء الله اخر حاجة في السين اس يعني هو يومي الحياة استحق الاحتفال بس الولى انه مفيش مزاج للاحتفالات لكن هو يعني انتهاء السين اس ده حدث بالنسبة لنا يعني اخر موضوع ان شاء الله النهاردة في السين اس فرماكولوجي هو الاناثيزيا اللي هي بالعربي التخدير تمام هو لفظ اثيزيا لوحدها فيه ناس بتكتب ايه قبل الايه بس مهم يعني لفظ اثيزيا لمعناها احساس لما اكتب قصادها كده او قبلها ايه ان يبقى انا باتكلم على حاجة بتضيع الاحساس بنرجع نقسم الاناثيزيا على حسب هي بتعمل ايه هبتشتغل على السين اس ولا بتشتغل موضعي يبقى في عندنا مجموعتين كبار من الاناثيزيا مجموعة اسمها اختصارا جي ايه ومجموعة تانية بتشتغل موضعيا اسمها لوكل اناثيزيا اللي ايه بقى اللوكل اناثيزيا مش موجودة في منهج السين اس والده طبعا منطقي لان هما ملهمش مش طريقة شغلهم على السين اس فبيبقوا يعني انتتي لوحدها وده اعتقدت شرح في العملي فان شاء الله لو فيه نصيب يعني نقول مع بعض حاجة في العمل ايه هنبقى نشرحهم بس مبدئيا كده فكرتهم كلها معتمدة على انا امنع في السنسوري نيرف عن طريق ان انا نقفل فيقولوا عليهم اللي هي عالة الكين لو عدت علينا قبل كده مثلا زي طبعا الكوكين يعني ما هواش الدرج يدرب بين مثل في الاناتيزيا لكن فيه بقى ليدوكين وميبيفاكين وبيوبيفاكين اي حاجة بقى اخرها كين تبقى معاه دول بيتقسموا كيميائيا الى مجموعة اسمها ايمايز ومجموعة اسمها استرس وده هيتأجل ان شاء الله لحين ما يصارى بقى اللي علينا بإذن الله بقى في السي ان اس هي مجموعة الجانرال اناتيزيا وبنرجع نقسمها على حسب الروتف ادميليستريشن بتاعها فيه مجموعة بتتاخد باي انهاليشن وفيه مجموعة تانية بتتاخد انترا فينس والاتنين مكملين لبعض بالذات في العمليات الطويلة بحتاجة انا قدي الاتنين وهقولك ان شاء الله الهدف يعني طيب بنرجع نقسم الانهاليشن لمجموعة اسمها فولاتايل ليكويدز مجموعة سوائل متطيرة بتتحول بعد كده لصورة غازية وفيه غازات من الاصل كده جازس الاتنين بنسبان لنا نفس الفكرة بيتاخدوا باي انهاليشن الفولاتايل ليكويدز اللي موجودين في الطب حالين اسمهم هالوجينيتد بيبقى فيهم هالوجين يعني فلورين برومين كلورين وفيه تلت اسامي علينا ان شاء الله في المنهج بتاعنا دواء اديم شوية اسمه هالوثين ودواء اسمه ايزو فلورين ولو اخدت بالك فلورين دي عشان فيه فلورين يعني وسيفو فلورين برضو يحتوي على فلورين وده قد يفسر احيانا بعض الاعراض الجانبية بتاعتهم يعني المجموعة للغازات مفياش غير دواء واحد اسمه نيترس اوكسايد اللي هو ساعات يسموه الغاز الضاحك بالعربي او لانهو اثناء اعطاؤه بيعمل نوع من اليوفوريا المجموعة الانترا فينس هتلاقي الحقيقة نصها احنا درسناها قبل كده يعني الثايو بينتون درسناها مع البربي تيوريتس واتفاعل ان هو وقتها الترا شورت اكتنج باربي تيوريت بيتاخد انترا فينس ويبقى شورت ديوريشن وهفكرك بقى بقصة الري ديستريبيوشن ولو ينفعش يتحقن كذا مرة البينزو ديازيبينز عندنا ادوية مشهورة زي الديازيبام زي الترايازولام زي الميدازولام اللي هو يعتبر من الحاجات المفضلة قوي في التخدير الاوبييتس او الاوبيويدز هنرجع نفتكر تاني ممكن المورفين ممكن الميبريدين ممكن الفنتانيل دي الادوية اللي ممكن تنفعني اثناء التخدير التلاتة الجداد ده هو اسمه بروبوفول وده هو اسمه ايتوميديت او ايتوميديت وده بقى مشهور جدا في الطب حاليا اسمه الكيتامين هو طول عمره موجود كاينترا فينس اناتيزيا وليه مزايا وعيوب زي ما هنقول ان شاء الله بس بدأ يستخدم كتير قوي يعتقد برة مصر يعني ان شاء الله ما يكونش وصل دينا يعني بيستخدم كتير قوي كدراجف ابيوز لانه بيعمل هلوسينيشن ففي ناس الشباب بيستعمله كدراجف ابيوز عشان يعمل هلاوس يعني الحياة الواحد برضو مش فاكر او مش متخيل يعني مش مش فاكر مش مش فاهم ايه فكرة ان انا اخد حاجة تعمل لها الوسع يعني يعني ايه الحلاوة فان انا اشوف صراصيل وتعابين وعفريته ومش عارف يعني انا طول ان اعرف الشارع شايفين من دا كتير يعني اه المهم ده بالنسبة للمقدمة بتاعت التأسيمة عايز بس اقول حاجة هنا قبل ما نبتدي نبص في الكتاب عشان اقول على الدواء ان هو عمل جانرال انتيزيا لازم يحقق خمس شروط الشرط الاول يضيع الوعي loss of consciousness او unconsciousness الشرط التاني يعمل حاجة اسمها امنيزيا ادخل قط العمليات واخرج معنديش اي ميموري عن اللي حصل جوه بس ان شاء الله يكون حصل خير يعني الحاجة التالتة loss of reflexes مايبقاش عندي رد فعل خلاص سواء رد الفعل ده يعني حاجة اه من من البيانفول استيميلس جيهم مسلا يفتحولي بطن كده اروح اي مش مدور الدرب فيهم ما ينفعش او يكون اوتروميك رفلكس عايز اضيع كل انواع رفلكس وبعدين عايز اعمل skeletal muscle relaxation ودي بالذات مهمة اوي اوي في عمليات الابدومينال والثوراسيك سيرجري عشان التون بتاع العدلات اللي فيكم بقى ان شاء الله هيشتغل جراحة الجراح بيحس لما يجي يفتح البطن كده يلاقي فيه نوع من الريزيستنس يعرف ان التخدير مش كفاية وبعدين اخر حاجة مطلوبة ان يحصل الانالجيزية ما يبقاش فيه بين خلاص ما ابدأ ايا ما فيش اي دوة في ادوية التخدير الكلي بتحقق الخمس شروط بنفس الكفاءة يعني هتلاقي دوة ان شاء الله يوصلنا لمرحلة التخدير بشكل كويس لكن ما هواش مسكن قوي او ما هواش بيعمل skeletal muscle relaxation كويس فنبتدي بقى ساعتها نجهز العين بادوية اخرى يعني ندي ادوية اخرى مع التخدير الكل ده عشان احصل على النتيجة اللي انا عايزها من التخدير الكلي من غير ما اضطر استخدم منه جرعات كبيرة لان زي ما هنعرف دلوقتي ان شاء الله الجرعات الكبيرة ممكن تؤدي الى الوفاء يعني طيب يبدأ بالنسبة ليه المطلوب مين بقى احسن الانهاليشن ولا الانترافينس زي ما قلتلك من شوية هما الاثنين مكملين لبعض بمعنى الانترافينس اسرع حاجة الانترافينس اسرع حاجة اسرع حاجة توصل العيان لمرحلة التخدير المطلوبة اللي انا قدر اشتغل فيها كجراح اللي اسمها سيرجيكال انثيزي طيب عيبهم ايه الانترافينس موظمهم وما ينفعش يتكرروا اعطاقهم بشكل متكرر زي ما نقول كده ان شاء الله مثلا مع الثاوبينتون تدي يحصل توكسيك افكت على السي اني اس والعيب التاني او العيب يعني المزعج شوية ان انا وانس ان انا حقنتهم وبقدرش اوقف شغله يقول لك وانس انجيكتد كان نوت بي ريتريت يعني ماقدرش اسحبهم يعني حقنت في الوريد وبدأ اعمل مشاكل مش هعرف ادخل انا معاه بقى جول وريد اسحبه الميزة بتاعت الانهاليشن رغم ان هما ابطأ هما سراع لكن ابطأ من لكن فيهم ميزة حلوة او طول ما انت فاتح الاسطوعنا بتاعت الدواء سواء كان غاز او كان تحول لغاز انت عامل كنترول وانس ان حصل مشاكل بتروح قافل المحبس خلاص يبقى كان بي كنترول فهما بيكملوا بعض ببدأ بانترابينس يدخل العيان في المطلوبة بتاعت وكمل بانهاليشن يبقى اندر كنترول طيب ده بالنسبة للمقدمة يعني هنقول دلوقتي ان شاء الله الكلام بقى اللي موجود في الكتاب ازاي بتشتغل الانهاليشن بقى لو بنتكلم بالذات على الجنرال دول يعني دول فيهم ميكانيزم ممكن يكون واضح شوية الجنرال اللي هما بتوع الانهاليشن دول معظمهم مفيش ميكانيزم واضح قوي وقعدوا كتير قوي زمان يبحثوا في ازاي بيشتغلوا هما طبعا كل الادوية دي صح كلها بتعدي الفكرة اللي اتقالت في الجنرال انتيزيا بعد يعني كلام كتير قوي فكرة مبسطة جدا جدا مش انت عندك حاجات في البرين وحاجات انهيبيتوري عندك لوتاميت بيشتغل على النمضة والانبا واسبرتيت والكلام ده وعندك جابة انهيبيتوري بشغله بيزاد في البرين على الجابة ايه صح طيب انت زي ما قلنا في الجزء بتاع الايبيليبسي يعني انت عايز تعمل ايه بقى عايز تهدي سي الناس تمام هتعمل ايه بقى عطل شغل اقفل بقى الريسابتورز بتاعة النمضة والانبا دي وزود شغل الانهيبيتوري يعني قوي شغل الجابة على الجابة ايه خلاص ده اللي بيتقال بشكل مبسط جدا والموضوع طبعا يعني فيه بقول لك نظريات وابحاث وحاجات اللي هي علاقة بالسلم برين وكلام كده اه كتير اوي لكن ده الخلاصة ان انت بترجح كافة الانهيبيتوري على طيب نبص كده ان شاء الله بسرعة عشان ندخل بقى في التفاصيل اكتر اول صفحة اللي هي صفحة مية تمانية وعشرين مكتوبة بتاع الجانرال انتيزيا يعني انت بتتحكم فيه مش كده الموضوع ما بيخرجش برق ديك انت بالزاد في دول الانهيليشن يعني طيب بمعنى ايه انت بتهبط لسي الناس بس يرجع يشتغل تاني عندنا ادوية تخدير كنا مستخدمها في المعمل بتاع الفارما كان يقول عليها بتعمل الانتيزيا سكة واحدة يعني تديها القطة بقى والكلاب والحاجات اللي كنا يعني الله سامحنا بقى في اللي كنا بنعمله بس كنا مضطرين يعني عشان الرسائل والكلام بتاع الابحاس والحكس ده اه فكنا الانتيزيا تديها للقطة وتفضل بقى انت حطتها على جهاز تنفس زي بتاع الجهاز التنفس الصناعي كده وعملت حقنها ادوية عايشة يعني اول ما تشيل بقى التنفس بتموت الانتيزيا بتاعتها يقول عليها وان وي سكة اللي يروح ما يرجعش الانتيزيا في البناء ادم المفروض انها رايح راجع يعني هتدخله في انتيزيا وبعد يرجع السي الان اس يشتغل تاني ده المقصود بكلمة ريفيرسي بل سي ان اس دابرش احنا اتفقنا الصفحة دي ان شاء الله كده ايه قراءة عشان برضو ما تضيعش وقت كتير فيها بس هي لطيفة والله يا اوي الخمس حاجات اللي انت عايزه وامنيزيا وانالجيزيا وانهيبشن وانهيبشن اوف اوتروميك ريفلكسز وسكيلة المسل ريلاكسيشن طيب اللي هو مش موجود في الطب بس الدواء التخدير المثالي لازم يكون في غير الخمس حاجات دول بيعمل رابد وسموذ لصف كونشيسنس افسرها لك دلوقتي لما نتكلم على الستيجز او البلينز بتاعت الاناتيزي تدخلوا كده بايه بشكل هادي كده لمرحلة التخدير المطلوبة لازم يبقى رابد لي ريفيرسيبول ابون ديس كونتينواشن يعني اللي يقول عليها رابد الاولانية دي يقول عليها رابد اندكشن ادخلوا في ستيج تلاتة بشكل سريع ومفوش مشاكل وبعدين رابد ريكوفوري يعني لما يجي اوقف الاستوارنة بتاعت الغازة قفلها يفوق بقى بسرعة اللي هي اللي هي باقينا نتكلم زي ما قلت لك كتير قوي على مصطلح تاني اسمه يكون الدواء سيف ويكونش لي توكسك افكت عالي معناها ما ناثرش على الهارت سواء بنتكلم على ريت بنتكلم على اه النورمال اه اه الاكتروفيسيولوجي بتاع الهارت يعني وان بيس ميكر وكوندكشن كويس واه واكسايتابيلتي ما يكونش في لخبطة في القصة دي ولا حتى في الكونتراكتيليتي طيب وغير الهارت البلاد برشور يبقى هيمو ديناميك ستابيلتي بقى عايز ما تتعكش على القلب بتعملش مشاكل على القلب ولا على الضغط مكتوب بعد كده بقى اللي هي قصة بقى ان ايه حاجة تصلها عيب حاجة اللي هي جاية ان شاء الله دلوقتي في ال وهو هيرجع نشرحها تاني كده اخليه هادي وينام كويس بالليل ما يبقاش عنده ولا انسومنيا ولا الكلام ده بان انا استخدم يعني لو اناثيزيا بتعمل مشاكل اصلحها بقى بال اقول لك مثال بس حد ما نوصل لها معظم الاناثيزيا بتنشط على الاقل في البداية بتنشط الفيجاس بتنشط الفيجال سنتر قبل ما يبتدي يحصل بقى ايه الستيج تلاتة اللي انت عايزة في المراحل الاولى ممكن يحصل نوع من ال من الفيجال استيميليشن طيب الفيجاس ده هيعمل لك ايه هيروح على القلب يعمل لك براديكارديا وهيروح على الساليفر جلاند يزود الساليفر سيكريشن وهيروح على البرونكل جلاند يزود البرونكل سيكريشن ودي حاجات مش مطلوبة السلايفا ممكن تتبلع او خلاص بقى فيه لوسوف ريفليكسز فالسلايفا ممكن تتبلع غلط بدل ما تدخل على الجي اي تي تدخل على والعين بعدها يجي له حاجة اسمها البرونكل سيكريشن يزيد فيعمل كلابس في الالفيولاي فكل المشاكل دي اقدر اتجنبها ان انا ادي اتروبين مثلا او اللي هي الانتي فيجال دراجز يعني او الانتيجوليتيكس او الپاراسيمباثوليتيكس طيب الستيجز بتاعت الانتيزيا اند بلينز هو بس الكتاب اه مش عايز اقولها اللي اخبطنا بس هو كلمة بتتقال مرتين هي الاصح هنا او يعني بلاش الاصح الاسهل ان انا سمي الاربع مراحل دول اسميهم بلينز بلينز او ماشي بس يعني دي مراحل بتحصل لما ابتدي ادي للدواء اللي عيني اول مرحلة اسمها اول حاجة اللي عيني ما ابتدي اديله الانتيزيا بقى الانتيزيا بقى ان كانت الطريقة طبعا غالي ما ببدأ بدول زي ما اتفعل بس في كل الاحوال بيبقى فيه اول حاجة بتضيع تقريبا هو وبعدين بعد كده يحصل مرحلة تانية اسمها الديس انهيبشن الديس انهيبشن دي مرحلة فيها فيها نوع من التوتر والعصبية والتهيج وفي فيها زيادة في شغل شوية اه وفيها ديس انهيبشن دي معناها فقط السيطرة يعني ده المرحلة اللي هي في الادوية التخدير القديمة كان بيحصل فيها تخريف او مش تخريف بيحصل فيها كلام اه يعني الاسرار بقى والبلو السودة بتظهر في ايه في الستيج اتنين دي واخد بقى لك ممكن تعرف يعني اي حاجة اللي عام مخبيها هو خلاص انت عارف لوحد يعني ايه انت عامل كارثة بس ما بتقولش لان فيه خلاص انت بقى شلت الكونترول الدس انهيبشن ده معناها ايه شلت الكونترول في العيان ايه يتدلق بقى ويقول اللي هو يعني مخبيه كله سواء في الاندكشن او في الريكوفري دي كانت مشهورة جدا مع الادوية القديمة اللي هي مش موجودة يمكن في تصبورة خالص كان فيه ادوية قديمة زي الكلوروفورم والايثر والحاجات دي كانت ستيج اتنين دي واضحة جدا فكان العيان يحصل ان هو يقول كل الاسرار بقى في المرحلة بتاعت ستيج اتنين دي اسمها ستيج اف ديس انهيبشن اه البيشنت ابيرس تو بي ديليريس يعني كده ايه مش مش فاهم بقى حاجة وعمال عايز يقوم من ترابيسة العمليات وعمال يتخانق اه وفيه طبعا الامنيزيا اوكيرز يبتدي يحصل بعد الانالجيزيا هنا يبتدي يحصل امنيزيا ورفليكسز ار انهانسد بالذات بقى ايه بتاعت الاوترنوميك دي اه اند ريسباريشن استيبك تيبيكالي ارغولر بقى لستيج تلاتة بقى انت كده وصلت للمرحلة بتاعت الشغل بقى بتاعت الجراح عشان كده كل ما كان الدواء احسن كل ما دخلني في ستيج تلاتة بسرعة وما تبقاش ستيج اتنين دي واضحة ما تبقاش ستيج بتاعت الديليليم والاكسيتيشن والاوترنوميك رفليكسز والكلام ده بينا اوي اه اه the patient is unconscious and has no pain no pain ومافيش رفليكسز يعني هو no pain اعتقد وno reflexز يعني اظن اه respiration is very regular بعدما كان irregular في ستيج اتنين وبلد برشور is maintained هو البلد برشور غالبا في ستيج اتنين ببقى عالي بسبب السيمباثاتيك يعني اه ستيج اربعة يبقى انت كده داخل على يعني العين بيموت يعني احنا بقى مش دكاتل التخدير احنا غالبا اه خارج سياسة واقتصاد او 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 كلية الالعاب او حاجة يعني ده وصلت العيان لستيج اربعة يبقى انت كده العين بيموت منك لان ستيج اربعة دي اسمها يعني بدأ يحصل دي بريشن عالي سنتر والفازو موتور سنتر اه دي بيشن دي بقى ايه الراس باريشن هيوقف طبعا انت انا عارف ان انت اثناء التخدير بتبقى مديله اكسجن بس مشارط يكون ميكانيكا الفنتيليشن يعني فتضطر بقى ساعتها تحطه على فنتيليتر اه بدأ الضغط ايه اللي تضطر تيديله ادوية بتعلي الضغط هي بديل ايه البيانز او بين قوسين استيجيس اللي بعدها استيجيس اند دبث اوف انتيزيا دي اسهل شوية بقى مراحل التخدير الكلي تلات مراحل مرحلة الاولى اسمها من ساعة ما ديت الدواء لحد ما وصلت الستيجي تلاتة دي اسمها كل مكان الدواء بيعمل كل مكان زريف وقلت لك هيدخل على طول على ستيجي تلاتة من غير ستيجي بتاعت الاتنين المزعيدة دي وبعدين مرحلة تانية اسمها طول ما نفاتح استوانة الدواء طول ما العيان اندر انتيزيا بتاعت ستيجي تلاتة بتاعت السيرجيك الانتيزيا والدكتور شغال ان شاء الله حتى يعد عشر ساعات اللي بعدها قفلت بقى خلاص الايه المحمس العملية خلصنا وبدأ تقفل المحمس العين هيفوق يبتدي بقى يسترجع يعني الدكتور التخدير اول ما يشيل كده التيوب والعين يكح بيفرح قوي معناها انه بدأ يسترجع بتاعته يبقى مكتوب عندنا كده ان شاء الله الستيجيس and depth of anesthesia general anesthesia has three stages induction and maintenance and recovery زي ما قلنا induction هو الزمن اللي ما بين الadministration بتاع الاناثيتك لحد ما يحصل effective anesthesia اللي هي ستيجي تلاتة دي بقى بتعتمد زي ما نقول ان شاء الله دلوقتي على سرعة الدواء how fast effective concentration of anesthesia reach the brain التركيز الدواء بتاع تخدير وصل للبراين بعد قد ايه وبعدين maintenance provides sustained anesthesia depth of anesthesia is the degree to which the cns is depressed depth يعني ايه انت عايز تفضل محافظ عليه في ستيجي تلاتة لو بقى depth زاد زاد يبقى انت دخلت على ستيجي اربعة recovery time من من ساعة ما وقفت الدواء من ساعة discontinuation of the anesthesia لحد consciousness and protective reflexes يعني ساعتها بقى تقول للعيان ايه الحمدلله عالسلامة يرد عليك يقول لك الله يسل لنا الحصد اه تشيل زي ما اقول لك التيوب كده يبتدي يكوح تلمس له كده الكورنيا ولا حاجة تبص لقيه اقفى العين ورفلكس فالمهم استرجع خلاص الرفلكس يبقى دي اسمها stage of recovery depends on how fast the anesthetic diffuses from the brain فهمتوا بقى الفكرة كده ببساطة احبقى بي طبعا بنتكلم بقى غالبا هنا على الانهاليشن كويس اكتر يعني الانهاليشن العين بياخد الغاز او في الوقت اللي كنت تحاول الى غاز دخل على الالفيولاي خلاص فبقى تركيزه عالي في الالفيولاي اعلى من الدم فبتدي يتحرك من الالفيولاي للدم وبعدين من الدم للبراين طول ما انت فتح الاستوانة هو ماشي في السكة دي لحد ما يوصل طبعا للتركيز المطلوب خلاص بنحافظ بقى يعني بفتح كده طبعا ده كانت التخدير ما شاء الله كلهم ناس شاطرين جدا وانا حبيبي بتوع التخدير كتير يعني يفتح خلاص لحد ما نوصل ايه للاكوليبريم بقى يبيول عليه يعني خلاص الدواء ماشي في الاتجاه ده وتركيزه في البرين التركيز المطلوب طبعا هو بيدخل ويخرج وكده بس يعني قصدي بنحافظ على تركيز معين في البرين خلاص قفلنا خلاص بقى العكس بقى تركيز في الالفيولاي قليل البرين تركيزه اعلى من الدم فيتحرك من البرين للدم للالفيولاي للهوى عشان كده التخلص الاساسي مش عن طريقه طبعا فيه ادوية بيحصل لها متابوليزم وكسكريشن وكل حاجة بس اقصد اللي هيفوق العيان هو تحرك الاناثاتيك من البرين للبلود للالفيولاي للهوى وعشان كده دايما فيه ادوية معينة كده تشمها العيان بتوعد دكتور اللي طالع من قطة العملات ممكن تشم ريحة النفس بتاعه ودكتور التخدير طبعا لو انت هتقابله يعني هو وقت شغله هتلاقيه هو كمان بيطلع ريحة ده بالنسبة ليه الستيجيس تقريبا قلناها كده سريعا ازاي بقى يزود اللي هو اشهر انهيبيتوري نيرو ترانسميتور على الريسيبتور اللي هي منها اللي هو الجابة ايه والقصة بقى اللي انت حفزتها من اليوم مرة هيفتح كولورايد شانل فيعمل انفلكس اوف كولورايد فيعمل هيبر بولاريزيشن فيعمل بوست سينابتيك نيرونا الانهيبيشن او انهيبيشن للنمدة اللي هي نشط الانهيبيتوري وتهبط التأسيمة احنا قسمناهم خلاص بقى بنقسمهم على حسب الروت انتو انهيليشن والى انترافينيس طيب رجع بعد كده بقى الصفحة اللي جاية قسم الانهيليشن انهيليشن سأقسمهم الى حاجتين حاجة اسمها جازس معلش هو بس فيه اس زيادة اللي هي الجازس دي اللي هي خلي بالك هو نايترس اوكسايد نايترس اسف انا كنت لأخبطك زيادة نايترس وليس نايترس نايترس اوكسايد ده حاجة تانية بقى تصنيع بقى اللي بيحصل جوه الخلية من نايترس اوكسايد والكلام ده اسمه نايترس اوكسايد ده الغاز الوحيد اللي بيستخدم تقريبا دلوقتي وقلنا عليه بيسموه اللوفينجازل زي ما هنقول ان شاء الله المجموعة التانية اسمها اللي هي بيسموها دلوقتي الهالوجينيتد لان الادوية التانية الانهالوجينيتد بعدتش بتستخدم هو كاتب هنا بقى هالوثين وايزوفلورين وسيفوفلورين وديسفلورين وانفلورين كان موجودين في المنهج كلهم على فكرة انا اخر مرة دارست فيها من سنتين كده ولا حاجة كان موجودين كلهم لكن هو في الشرح دلوقتي هتلاقيه كاتب في الهالوجينيت الدول كاتب هالوثين وايزوفلورين وسيفوفلورين بس مش كاتب بقى الانفلورين ولا الديسفلورين وفي غيرهم والله فيه ميثوكسي فلورين وفيه اسام كتير يعني طيب الجزء اللي بعد كده بيتكلم على فارماكو كاينيتكس بتاعة الانهاليشان اناثيتيكس هي مش فارماكو كاينيتكس قوي يعني لكن ايه عايز يفهمني ان احنا لما ليجي نقارن بين جنرال اناثيتيكس وبعضهم بنقارن على اساس ايه كويس؟ يعني ام تقول ان ده بوتنت اناثيتيكس او ان ده اقوى من ده مثلا ام تقول ان ده بيشتغل اسرع من ده اللي هو الاندكشن ام تقول ان ده العين بيفوق منه اسرع من ده اللي هو الاندكشن فدي فكرة يعني هو بعتمد هنا مش بيتكلم على فارماكو كاينيتكس اللي احنا عارفينها بقى مقارنة ببرامترز معينة يعني بصفات معينة اول صفة بنقارن بيها ودي بتحكم لي يا حبيبي على البوتانسي دي بتحكم على البوتانسي مع Reviews ان تفكرين البوتانسي بتاعت الان الجانرال ولا لأ البوتانسي بتاعت الدواء اللي هي الجرعة اللي تديني رد فعل معين therapeutic effect معين القرعة اللي تديني therapeutic effect معين يعني ايه برضو من غير ما ناخر كتير انا اقارن ما بين دوين كويس؟ بتوع ضغط مثلا اه عايز اشوف الجرعة الجرعة اللي توطي الضغط بمقدار مثلا عشرة مليميتر ميركري مثلا بتوطي الضغط بمقدار عشرة مليميتر ميركري خلاص واشوف الدواء الاولاني ده قدر يوطي الضغط عشرة مليميتر ميركري بجرعة قد ايه والدواء التاني برضو بنجرب بنعمل ابحاث في علاج الضغط بيقلل الضغط بمقدار عشرة ملي بجرعة قدية. امتى بقى الدواء يبقى مور بوتينت? امتى الدواء يبقى احسن من دواء? لو بيقلل الضغط بمقدار عشرة ملي جراء ملي متر ميركري اسف بجرعة صغيرة. يبقى لك ساعتها الدواء ده مور بوتينت عندها. خلاص? دي هافس الفكرة بالزبط هنا. بالزبط. بس هي الفكرة ايه اللي هو يقول عليها الايدي ففتي لو فكيرها يعني. مش مهم بقى. اللي هي انا جبت على الفكرة الام جديدة. انا جبت الام اسود جديد. والام ازرق جديد. خلاص اللي هي اللي هي يعني تديك رد فعل معين في نص الناس اللي انت جربت عليه. المهم. تفهمت قصدي? يعني قصدي اقول لكل مكان الدواء بيعمل تأثير معين بجرعة صغيرة يبقى ده مور بوتينت. طب هنا بقى مش مسألة جرعة قوي. هي مسألة تركيزه في الالفيولاي اخباره ايه? نفس القانون. كل مكان الدواء بيعمل اكشن معين انت بتقرره هقولك هو ايه? بجرعة صغيرة يبقى الدواء ده بوتينت. طيب. ايه بقى الحاجة اللي انت هتحكم بيها هو بوتينت ولا مش بوتينت? ايه الاكشن اللي انت عايز توصله? عايز اوصل ان الدواء ده يمنع ان يحصل لما اعمل في خمسين في المية من الناس. فهمنا? يعني عايز الجرعة اللي تعمل الاتي. بقارن ببين انهاليشن هو بعضها. عايز اشوف لما تقارنهم كده عايز اشوف التركيز بتاعهم في الالفيولاي اللي عنده عند هذا التركيز ما يحصلش رفلكس لما اجي اعمل في نص الناس. خلاص? فدي سموها بقى ايه? الماك بتاعت التخدير او بتاعت اه غاز التخدير او دواء التخدير. ماك اختصار ايه بقى ماك دي? مينمم الفيولار كونسنتريشن. مينمم الفيولار كونسنتريشن. اقل لتركيز موجود في الالفيولاي. يمنع حدوث رفلكس لما اجي اعمل في خمسين في المية من البشر. خمسين في المية من اللي هستخدم في الدواء. خلاص? يبقى انا رو عملت كده لقيت الدواء رقم ايه بيعمل بيمنع ان يحصل رفلكس ده مع فتح الجلد في خمسين في المية من الناس بتركيز قليل يبقى الدواء ده قوي. يبقى اولي بقى العلاقة كده بين الماك وبين البوتنسي. مش كده? ده هاير ده ماك ده لوور ده بوتنسي. او العكس. ده هاير ده بوتنسي ده لوور ده ماك. يعني كل مكان الدواء بيعمل تأثير علاجي محدد بجرعة صغيرة يبقى الدواء ده اقوى. خلاص? يبقى دي المقصود بكلمة المينمم او المينمال الفيولار كونسنتريشن. طب هو كتب هنا في الكتاب بطريقة جميلة جدا والله احلى من انا قلتو ده. المينمم البوتنسي كاتب اول حاجة فوق كده بوتنسي. المينمم الفيولار كونسنتريشن اللي هو الام اي سي او الماك. ده كونسنتريشن دات بريفنس فيفتي برسنت او بايشن فروم رسبوندنج هما بيحدده غالبا البينفول استيمولاس ده اللي هو سكين انسيجن. يعني لما اجع عامل كده يعني انسيجن يعني اه سيرجيكا الانسيجن يعني اه مش جاء اسمها ايه? افتح يعني بالمشرط يعني. لو انا عملت كده والعيان قام او العيان لطاشني بالقلم او كده يبقى الدواء ايه? تركيزه في الالفيولاي قليل. لو ما حصلش رد فاعل في خمسين في المية من البشر بجرعات صغيرة يبقى الدواء ده كويس. حصل اه انه هو منع الرفلكس بتركيز عالي في الالفيولاي في نص العدد البناء ادمين اللي استعملته فيهم يبقى ده اضعف. اه اه يعني هي نفسها بقى نفس فكرة الايه? ان انا عايز زي قلت لك من شوية ده وضغط. عايز ايه? اعرف الجرعة الجرعة. هناك في الادوية بتبقى جرعة هناك ده كالنفس الفكرة. هما بحيساعدتي حتى يسموه يعني. المهم ان هي فكرته ان انا كل ما كان الدواء اقوى كل ما كان ادى رد فعل محدد انت بتقرره في نص العينيين. طيب صح مية في المية. طيب هيجي يقارن مسلا بين وغيره. هيقول لك المية بتاعه مية. ويجي مسلا مش فاكر ارقام اول حقيقة. انا كنت زمان لما بشرح الاناتيزية. اسم منهجنا في الاناتيزية ده رايح جاي. سنة تشرح. وتلات اربع خمس سنين لأ. وبعدين سنة تشرح كده بسرعة. وانقول اي كلام. زمان بقى لما كان واحد بيشرح. ويعني. المهم يعني. كان واحد فاكر ارقام حتى. هفترض معاك يعني. مسلا ان الماك بتاع الهالوثين مسلا افتراضا يعني خمسة. خلاص? يبقى لما يجي قارن لا الهالوثين اقوى. مش كده? لانه قدر يمنع الرفليكس اللي بيحصل لما يجي افتح الجلد في نص العينين اللي اخدوه بجرعة صغيرة. مش الماك اه هو ده كده. يبقى الخمسة معناه ان الدو مور بوتنت. المية ده معناه ان هو ليس بوتنت. يعني بين قوسين كده هنعرف حيلا ان النايترس اوكسايد is a weak analgesic. a weak anathetic. بلاش weak analgesic. خليها عشان تصبح صح. weak anaathetic. طيب ده بالنسبة للكلام بتاع الماك. الرقم C it is independent of gender and weight. ما بنحطس في اعتبرنا للوزن ولا السن ولا هي ميل ولا في ميل ولا حاجة خالص. ماك decreases with increased age. يعني اه فكرة بقى ان هو يقول لك فكرة ال age والpregnancy والهايبوثيرما والحاجات دي دي كلها بيحصل معها نوع من ال cns depression. يعني هو نفسه ناحية depression. فلما جديله general anesthesia بيبقى شغله اقوى. ده المقصود بان الماك بيقل. يبقى هو كل ما cns بتاع بقى ناحية depression شوية. ولو في مشاكل اخرى زي hypothyroidism او hypothermia او pregnancy او مش عارف في hypotension معناها ان هو ناحية شوية cns depression. فالgeneral anesthesia يبقى شغلها اقوى. فهمت قصدي? يعني مش هتطر قدي جرعات كبيرة عشان اعمل بتاعي. فكأنه هو وساعتها الماك بقى اصغر يعني كأن ال anesthetic بقى مور potent. اللي بعدها اه presence of the adjuvant drugs زي cns depressants برضو هيقلل الماك يعني انت لما تدي general anesthesia و مورفين general anesthesia وباربيتورات general anesthesia وبنزو دايازيبينز ما انت بتعمل نفس الحكاية. انت بتخلي البرين ناحية الانهيبشن. فالماك هيقل يعني كأن التخدير كله هيبقى اكثر القوة. يبقى ده بالنسبة للجزء بتاع معانيش هنهضطر اسفا والله لان نانسيت معادي الصلاة. فبس يعني كده بسيط ان شاء الله. ونرجع نكمل بقى ايه حتة اه مش صعبة والله بس حتة عايزة فوقان كده. عايزة ايه? نتخيل قصة بتحصل ازاي في الاناتيزي. النقطة اللي بعد كده يا حبيبي بقى في المقارنة ما بين اه ادويت الانهاريشن جنة الاناتيزي وبعد غير قصة بقى الماك خلاص بتاعي ان شاء الله فهمناها يعني. هي بقى قصة خلاص? هنا مش بتقرر القوة بتاعت الدواء خلاص بتاعت الدواء قررها لي كل ما كان اصغر كل ما كان المخدر اقوى. هنا بقى بيقرر دي بتحدد يعني. بتحدد الدواء يبتدي يشتغل بسرعة وينايم العين بسرعة ورابد ريكوفري يفوق العين بسرعة ولا لا خلاص? طيب انا كتبتاها بالعربي والله في الاستراحة عشان يعني دي من الحاجات اللي بتبقى صعب شوية على الطالب. وصعب علينا والله يا بدي كاتر التخدير بيبقى المنزبان للموضوع سهل كده ولطيف احنا على قدنا يعني. اه اللي انا عايز اقوله بس ان فيه نوعين من الجانرال الاناتيزي باي انهاريشن. النوع بيبقى مش صوليبل قوي. ومثال مثلا النيترس اوكسايد ده اشهر مثل. نايترس اوكسايد ما هواش صوليبل قوي في الدم. طيب يعني ايه بقى مش صوليبل في الدم? يعني لما يتحرك من الالفيولاي للبلود جزء منه بسيط بيبقى ماسك على بلازما بروتينز. والجزء الاكبر منه بيبقى فري. سهلة? زي اي دواء. جزء باونتو بلازما بروتين وجزء فري. لما اقول لك الدواء التخديري الكلي باي انهاريشن ده. دواء افلو بلاد صوليبليتي يبقى نقصد ان معظمه فري. طيب ايه الفكرة ان هو معظمه فري? لا ده سهل بقى. معظمه فري ده معناها ان هو هيتحرك بسهولة من الالفيولاي لللنج. من الالفيولاي بتاعت اللنج اسف. من الالفيولاي بتاعت اللنج للبلود. ويحصل نوع من الاكوليبريم. يعني تركيزه هنا هيبقى مشابه للتركيزه هنا. يبتدي بقى يتحرك من هنا الهنا فيعرف الدم. فلما يعرف الدم يروح الى البريل ويبتدي يشتعل. صعبة? يبقى كل مكان الدواء. معناها ان هو معناها الجزء الفري عالي. معناها بيحصل اكوليبريم توازن ما بين تركيزه في الالفيولاي. وتركيزه في الدم. فلما يحصل الاكوليبريم ده يبتدي يتحرك من البلد يوصل بقى للتركيز العلاج اللي انت عايزه. فيبتدي يتحرك من البلد للبرين. طيب ما هو بعد شوية تركيزه في البرين هيبقى اعلى من نسبة للبلود. اتحرك من هنا الهنا. اه من تفاتح الاستوان. فتركيزه في التركيز في تقريبا ثابت. فيبتدي يتحرك على البلد. ويبتدي مستوى في البلد يبقى فيه بينه وبين ده. فيبتدي يدخل جهو البرين. وطول ما انت فاتح زي ما عندي لك الاستوانة هو ماشي في الاتجاه ده. صعبة? يبقى ده بالنسبة لو عايزين والله باكتبها لكم بالعربي كده ان شاء الله وبعتها لكم. كل ما كان الدواء يبقى ليس باونتو بلازما بروتين والجزء الفري اعلى. بالعربي والله كتبته في الاستراحة. المخدر ياخد وقت قليل عشان يحصل مع المخدر مع الاناثيزيا اللي موجودة في في فيبدأ يدخل المخ اسرع ويبدأ يشتغل فيبقى افلت الاستوانة افلت المحبس خلاص خلاص بيتدي تحرك في الاتجاه العكسي بقى عملية بتحصل من البرين للبلود وبعدين من البلود هو فري مش كده فسهل يتحرك من البلود بتركيز بقى هنا اعلى من البلود على الهواء. فهمنا حاجة? يبقى دي قصة الايه? الحركة بتاعت التخدير في الاندكشن وفي الريكوفر. طيب لو العكس بقى. لو ده صوليبل جانال الاناثيزيا. معظم الادوية اللي هي المجموعة الهلوجينات دي بتبقى مور صوليبل في الدم عن الهلوثين. هي صحيح مش صوليبل قوي بكن ما تقارنها هتلاقي بالنسبة للنايترس اوكسايد اسف هتبقى الصوليبلية بتاعتها اعلى. الهلوثين والانفلورين والايزو والسيفو والدس وكل الحاجات دي. بتبقى مور صوليبل. طيب برضو بنفس المنطق. بتبقى مور صوليبل في البلود معناها هايلي باونتو بلازما بروتين. معناها الجزء الفري قليل. فيبدأ الجزء الفري اللي هو الاكتف اللي بيشتغل. هياخد وقت طويل قوي عشان يحصل اكوليبريم ما بين التركيز المخدر اللي موجود في الالفيولاي وما بين الفري فورم اللي موجودة في الدم. هياخد وقت شوية عشان يحصل حكاية الاكوليبريم. ويبتدي مستوى الفري في الدم يعلى ويقدر يدخل جوه البرين. ونفس الكلام لما اجي واقف الاستوانة هياخد وقت عشان اتحرك من هنا من البرين للبلود ويوصل بقى مستوى في البلود اعلى بحيس ان انا اطرد لبرة اطلع على الالفيولاي. خلاص? يبقى ساعت هلاقي الدواء مش عايز اقول سلو اندكشن وريكوفري بس ابطأ من ده. ابطأ من النيترس اوكسايد. يقول عليه يعني ايه? اه هنقول رابد اندكشن ورابد ريكوفري بس هيبقى ابطأ من النيترس اوكسايد. خلاص? يبقى دي الحاجتين اللي انا بحكم بيها بقى على الدواء. المخدر. بوتنسي وصلوبيلتي في البلود. يلا بقى اعد معايا كده. البوتنسي امتى تبقى حلوة? امتى اقول على الدواء ده بوتنسي. ليه بقول على الهالوثين واخواته مور بوتنسي عن النيترس اوكسايد? عشان التركيز في الالفيولاي اللي بيخلي العيان ما يحصلش عنده رفلكس. لابنعمل سكين انسيجن في خمسين في المية من البناء ادمين يعني. بتاع الهالوثين اقل بكتير من النيترس. يبقى الهالوثين مور بوتنسي اناثاتيك. واخواته تقريبا يعني نفس الميزة. لكن النيترس اوكسايد لا. ليس بوتنسي. مية. يعني ايه عايز تركيز عالي في الالفيولاي عشان يعمل لي هادا التأثير المطلوب في نص العيني. طب لما اجا قارن بقى في الاتنين في الاندكشن والريكوفري. ابوص لاقي النيترس ده مور رابيد اندكشن ومور رابيد ريكوفري. ليه عملها بقى? لانه لس صوليبل في البلود عن المجموعة بتاعت الهالو جنيتد. خلاص فيشتغل اسرع والعيني فوق منه اسرع. طب في بقى عندنا مصطلح هو مكتوب عندنا في الكتاب كده. مكتوب بين سون كده شرطة جاز بارتيشن كويفشنت. دي بقى ببساطة شديدة جدا هي عبارة عن ريشيو تركيز الدوا في الدم نسبة اatched الى التركيزه في الدم. تركيز الدوا في الدم الى تركيزه في الالفيولاي. اسمها بلود جاز بارتيشن كويفشن. مقسوم على او نسبة الى في الالفيولاي. بدي يسموها الجاز مقصود به الالفيولاي يعني. يبدأ اسمها طيب تعال فكر معي بقى. لو الريسيو دي عالية. لو الريسيو دي عالية مقصود بها ان الدواء ده في البلد. طب خلاص في البلد. معناها انه ماسك او على بلازما بروتين. معناها الجزء الفري قليل. هاخد وقت عشان يحصل ايكوليبريم. هشتغل متأخر. وبنفس المنطق هفوق متأخر. يبقى كل مكان يبقى تقدر تقول والعكس كل مكان قليل يعني الدواء في الدم. يعني يعني هيحصل بسرعة يعني هشتغل بسرعة وفوق بسرعة. خلاص? انا عارف يعني الموضوع يعني في شوية صعوبة كده بس يعني ان شاء الله يكون ايه وصلت الفكرة. هو مكتوب بقى في الصوليباليتي ان بلد. مكتوب بلد شرطة. جاز بارتيشان كويفيشانت. the less soluble the anesthetic the more rapid its induction. with the more rapid recovery from anesthesia. والمثال النيترس اوكسايد اللي قلنا عليه للصوليباليه. وبنفس المنطق بقى the more rapidly the drug equilibrates with the blood. تركيزه في الالفيولاي. وتركيزه في الدم يبقى في اكوليبريام سريع. the more quickly the drug passes into the brain. to produce an aesthetic effect. الادوية اللي لها low blood gas partition coefficient هو بردو النيترس خلاص بدم لو يبقى ايه مش صوليب القوي. تركيزه في الدم مش عالي بالنسبة لتركيزه في الالفيولاي. زي النيترس اوكسايد هيعمل equilibrate more rapidly than those with higher blood solubility اللي هي الهالوثين. انه لا عايز بس ايه. عشان اوضح قصة يعني ايه. blood gas partition coefficient فهمت معناها. concentration of the anathetic in blood compared to او على او نسبة الى الكنسنترس او الالفيولاي الجاز انا مقصود بها الفيولاي. خلاص? يبقى ده بالنسبة لنا كده ايه الكلام اله برضو مقدمة ماشية تمشي. جه بعد كده بقى الكلم على هو الكلم على الاربعة واحد فيهم عبارة عن جاز اللي هو نيترس اوكسايد وثلاثة عبارة عن اللي هما الهالوجينيتد الهالوثين والايزوفلورين والسيفوفلورين برضو والله يعني هحاول ان شاء الله دور عليها ولو ملقيتهاش حاول اعملها جدول كده كان الواحد بيعمله برضو الحاجات الموضوعات اللي ممكن نتزنق فيها دي جدول كده مقارنة ما بين على الاقل النايترس اوكسايد والهالوثين ومكتوب كده مزايا وعيوب فهتلاقي غالبا مزايا ده هتلاقيها موجودة هنا كعيوب وعيوب ده هتلاقيه مزايا ده يعني فيه كده مش عالف هاهمينه واندرقة بس ان شاء الله هحاول اوريها لكم طيب النايترس اوكسايد النايترس اوكسايد عشان بيعمل اثناء الاندكشن بتاعه بيعمل يوفوريا هو هنا في كتابه الله كتبه بطريقة برضو جميلة جدا كاتب ماشي اول جملة هتلاقيه مكتوبة فيهم كلهم في الاربعة يعني فيه وفي التلاتة الهالوجينيتد نون انفليمابول ونون ايريتانتجاز نون انفليمابول يعني غير قابل للاشتعال يعني لو فيه مصدر حرارة في قط العمليات مش هيحصل حريقة خلاص انا بكلمك والله بمش هزار لان فيه ادوية اديمة زي وكلوروفورم والادوية الاديمة اللي ما عادتش موجودة كانت انفليمابول يعني لو فيه مصدر حرارة في قط العمليات العيان ممكن يقلع يتحرق ودي كانت مشهورة جدا انتعارف بيستعمله في العمليات حاجة اسمها الكوتري او الدياثيرمي اللي هو بقى سلك متوصل بالكهرباء كده عشان ايه لما بيبقى فيه نزيف صغير كده تيكوي تعمل كواجيليشن من غير ما تقعد بقى تخيط اي حتة فيها نزيف فده مصدر حرارة فلو العيان بيتخدر بالبتاعدة الايثر والحاجات الاديمة دي كان ممكن يحصل يعني يولع بتحصل والله كان بتحصل يعني يبقى دي الميزة دي موجودة فيهم كلهم كان فيه برضو زمان ادواء ايريتنت اه برضو الادام دول كانوا بيعملوا يعني عم بيشمهم فيبقى ايريتنت فالايريتنت يطلع في البرونكاي فالسيكريشن ده يعمل مشكلة يعمل مشكلة ان هو ممكن يحصل يبلعهم ويحصل او يقفل لك طيب يبقى دي ميزة حلوة وهتثبتها في كل اللي باقي يعني رابيد اندكشن و رابيد ريكوفري الله بقى الله رابيد اندكشن ليه عشان لو سيليوبيليتي صح؟ يعني ايه؟ يعني البلود جاز بارتيشن كو افيشن بتاعه رقم قليل صح؟ يعني الفري فورم بتاعه في الدم عالية مش ماسك في بلازما بروتين حلو فيحصل ايكوليبريا بسرعة بين الالفيولر جاز وبين البلود جاز اللي موجود في الدم فلما نوصل ايكوليبريا بسرعة ندخل عالبريم بسرعة فنشتغل بسرعة وبعدين لما وقف الاستواءنا ريكوفري بسرعة طيب جود انالجيزيا ماشي يعني هو ليه قدرة خلي بالك في فرق بالاناثيزيا لما يقولك اناثيزيا يبقى الخمس شروط كويس؟ يعني ما بيبقاش قوي ان هو اقدر اعمل بي عملية كبيرة لوحده مستحيل حد يدي النيترش اوكسايد في عملية كبيرة لوحده لكن ممكن اديه اه هيعمل نوع من الريلاكسيشن او سيديشن او انالجيزيا لكن صعب قوي يوصلني بالجرعات العادية بتاعته الستيج بتاعت الاناثيزيا اللي تخليني اعمل عملية جراحية كاملة تفتكر ليه بقى ليه بقى هو ما هواش نافع قوي كدوى تخدير لوحده تفتكر ايه علاقته بالماك هو قالك فوق الماك مية يعني ايه بقى يعني هو ضعيف كأنا الثاتيك يعني عشان يخليني ما يحصلش عندي رفلكس لما افتح بطن العيان في خمسين في المائة من الناس عايز جرعة كبيرة عايز تركيز عالي في الالفيولار المنمم بتاعه رقم كبير طيب المهم انه هو برضو ميزة حلوة قوي لان هنلاقي بعد شوية الهالوثين مثلا من الادوية اللي ممكن تعمل مشاكل على الالب والضغط يعني هي دي ما بعدتش موجودة قوي غير في الادوية القديمة اللي كنت بقولك ممكن تعمل برونكو سبازم وتعمل سيكريشن والكلام وسيف على الفيتال اورجنس هو يقصد ليفر وكيدني غالبا لان برضو لما نجني التكلم على البقين دلوقتي هقول لك ان في بعضهم هباتو توكسيك وممكن في بعضهم نيفرو توكسيك النايترس اوكسايد مفيش مشاكل طيب اه امتى بيستخدم بقى حاجات بقى